السلام عليكم و اهلا بكم في عالم اماني النهاردة هنعمل خمسة لتر من الصابون السيل بجد حاجة روعة جدا ولو زودتي زي ما احنا شايفين تقيل قوي هيكون اكتر معاك بكتير وهيديك لترات كتير بس احنا بنقول خمسة لتر و ما نعملش زيادة علشان بناخد اللي يكفينا علشان ده معمول بمواد طبيعية ما تنسوش حبايبي لايك واشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد اه مش هطاول عليكم هنبدأ ان شاء الله الطريقة على طول بسم الله الرحمن الرحيم عندي نص لتر من المياه نعم نص ازازت حاجة ساعة اللي هي اللتر الكبيرة دي خدي نصة تمام كده وبعد كده هحط تلات معالق كبيرة من النشا وتكون المعلقة مليانة علشان اعمل الجل بتاعي اللي بعمله للصابون او التكسبون اللي بيديني رغوة قوام للصابون بالشكل ده وده يعتبر مكون اساسي علشان نعمل احلى تكسبون واحلى سابون نسايل ان شاء الله يعجبكم جدا زي ما احنا شايفين لونه وكأنه بفضت كده وكأنه حتى في لون فضي بجد طالع روعة جدا بمكونات كلها في بيتي هحط معلقة من الكربوناتو بعد ما دوبت النشا كويس قوي واهم حاجة التقليب انتو بقيتو شاطرين بقى وعارفين اهم حاجة التقليب في اي نوع منظفات بنعمله في القناة حطيت ملح لامون وحطيت كربوناتو كل حاجة معلقة كبيرة تمام كده وحط حوالي معلقة كبيرة من خل الاكل العادي اللي عندنا وقلب كويس قوي قوي طبعا احنا عارفين ان الخل بيدي تلميع غير طبيعي للألمونيا نضافة يا جماعة وبيقلل حاجة تمنع ان هو يتجلط معيكو الناس اللي بتشتكي ان السابون لما بيقض عندها شوية يبقى في مجلط كده شوية او مش مقزز في المواعين اللي هو بيديها النضافة اللي ترضيها لا الخل بيمنع الموضوع ده خالص عشان كده دفنا الخل بعد كده هبعد شوية بقى المكونات اللي انا دوبتها اللي هي ملح اللامون والنشا والكربوناتو اللي هو بيكربونات سوديوم هبتدي حط معلقة كبيرة مليانة من البطاس البطاس هو الصودة الكوية هو الكنتور في بعض البلاد هو الهايدروكسيد السوديوم تمام كده هقلبها كويس جدا ودوبها كويس قوي في نص كباية من المية معلقة البطاس في نص كباية من المية المية باردة خالص من الحنفية عادي اهم حاجة يدوب كويس بس بعيدي عنه علشان الابخيرة اللي هتطلع وكمان حراسي على اديكي ما يجيش عليها طب لو جي عليها اشتفيها بالخل عادي خالص وما تخفيش من البطاس ما تنسيش بقى لايك واشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك الاشعارات بعد كده هحط بقى ايه على الحاجات اللي احنا ركنناها هحط البطاس المتدوب هبتدي اكون هبتدي اكون التكسبون بتاعي بالطريقة دي زي ما احنا شايفين كده بيتحول لجل في لمعة للصابون وكمان بيدي رغوة للصابون كمان بيديني القوام بتاع الصابون القوام الجل اللي انا عاوزاه بجد حلو جدا جدا وكمان احنا عاملينه طريقته الوحدها في فيديو طريقة عمل التكسبون او التايلز بجد ممتاز ممتاز مفيش منظفات دخلوا منه يعني انت عايزة تعملي برسلجل بتدي في بقى مكونات البرسلجل اللي عليه عايزة تعملي مثلا صابون ساي زي ما بنعمل النهاردة بتدي فيه عليم كونات الصابون الساي أي منظف عايزة تعمليه بتدي في مكوناتو وده الاساسي معنا اللي هو التكسبون بتاعنا طبعا التكسبون ده احنا بنشتريه غالي زي ما احنا شايفين انا بوريكم القوان بقى عامل ازاي احنا بنشتريه جالي وساعات كمان ما بيردوش بتوع المنزفات يدهونا فاحنا بنعمله بادينا بمكونات طبيعية بجد والله النتيجة ممتازة مع السابون بيخليه حاجة تانية خالص وكأنك شريات وبالاش يعني بتشتري لتر عشان تعمليه خمسة لتر او بنحط مثلا كباية منه علشان نعمل بالكباية دي خمسة لتر استهل بقى اللايك والاشتراك الجرس ولا مستهلش استهل تمام آآ بعد كده حطيت آآ زي ما احنا شوفنا كباية من السابون السيل انا كان عندي سابون آآ سيل كنت عاملاه برضو هنا في القناة مش فاكرة النوع ده كنت مصورة ولا لأ المهم هحط عليه بقى لون هحط اللون بس ممكن انت تستغني عن اللون انا كان عندي لون يعني فايه لان انا بعمل سلايم زي ما احنا عارفين فبيبقى متوفر عندي اللون على طول فلو امكانش متوفر عندي ما فيش مشكلة خالص آآ ممكن تستغني عن اللون طبعا ممكن تخليه ابيض عادي يا بنشوف سابون كتير ابيض عند بتاع المنظفات ممكن تخليه آآ باللون السابون اللي انت هردي فيه احمر ازراء اخضر ما بيفرقش معانا اللون المهم جودة السابون المهم القوام بتاع السابون زي ما احنا شايفين بالشكل ده قوام حاجة يعني طحفة انا ما بحبش ازود اللي عند الاستخدام عايز انت تزودي زودي الكمية زي ما انت عايزة آآ يعني زي ما انت عايزة بس انا عن نفسي آآ بفضل ان انا اتقلو كل مجاخس الموعين في العلبة الخاصة آآ بالسابون بيبقى في صراحة آآ الطريقة دي ممتازة برضو بتخليش ان انا اعمل هرجالة في المبخ كتير وافضي في حاجات كتير وعلب كتير او ازايز كتير لأ انا بحتفظ بيها مسلا في حاجتين كبار وبس الكمية علشان تخرص معايا على طول وعلشان ابتدي اعمل كمية جديدة ده بيبقى افضل طبعا لان دي مكونات طبيعية طبعا انا هنا بنفس الكوباية اللي بستخدمها عشان كده فيها رغوة آآ فبستق بزود مية زي ما احنا شايفين كده زودت حوالي لتر مية تاني يعني النتيجة معانا آآ خمسة لتر تقال مركزين زي ما احنا آآ شايفين السابون عامل ازاي بجد جميل عمرك ما هتشتري بريلة احلى من كده ولا فري احلى من كده ولا اي نوع صابون احلى من كده سميه زي ما تسميه بريلة فري ممتاز ممتاز كفاية ان انت بتفرحي انك عاملة حاجة باديكي وفيه ناس بتوع المنزفات بعيد يعني مش متوفرين جنب البيت فبجد بتبقى حاجة حلوة قوي لما بتشتري المكونات بتخليها عندك في البيت وقت ما تخلص الكمية وبعدين مكونات ايه ده مكونات طبيعي هي عندك في بيتك هنشوف بقى الرغوة مع بعض يعني الكربونات وملح اللمون والحاجات دي هم نستغناش عنه كست بيت هم اساس للاي منظف زي ما احنا شايفين كده الرغوة بجد حاجة ممتازة يا جماعة ممتازة اهو بريل ده ولا مش بريل بريل وبريل جميل كمان رغوة وكوام وكمية كبيرة ويعني حاجة من ما فيش حاجة من ما فيش شوف انت حتشتري الازازة بتبقى لتر اللي ربع البريل الجازة شوف بتبقى ما بتاخدش ما بتكفيش معايا اليوم انا عن نفسي ما بتكفيش معايا اليوم انما انا النهاردة عاملة خمسة لتر هيكفوا معايا الشهر بتاعي مثلا حسب استخدام كل واحدة ففي واحدة يعودوا معايا الشهرية ما فيش مشكلة حسب استهلاكك وحسب يعني اللي انت بتحتاجيه والكمية اللي انت بتحتاجيها في اليوم شايفين يا جماعة الصبون والله حاجة ممتازة ممتازة بجد